تساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إطلاق الملتقة والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي ينظمه اتحاد صناعات مصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي عددا من الأجنحة الضخمة لصناعات متنوعة وعلى رأسها قطع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها وذلك لاستيعاب التضفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد جاء ذلك خلال جولة تفقدية قم بها الرئيس عبدالسيسي بمدينة السيارات المتكاملة اطلع خلالها على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة قالت وكالة مودز الدولية للتصنيف الإتمانية إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعزز فرص التمويل لمصر وأوضحت مودز أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمية مما يسهم في تلبية احتياجات التوميل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار وصلت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة الحوار الوطنية التي أطلقتها بجميع محافظات الجمهورية وعقدت التنصقية الجلسة النتقاشية الثامنة تحت عنوان قضايا الحوار الوطني بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من خلال لقاء إنه مع بعض الأهل والفلاحين الممثلين للمركز والمجتمع المدنية وتطلقت الجلسة لعدد من التحديات مثله إحكام الرقابة على الأسواق والسلع وحماية المستهلك وخدمات البنية التحتية والصرف الصحي وخدمات الإنترنت وتوريد الأرز بمحافظة الشرقية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يشارك في قمة الأمم المتحدة لمناخ كوب 27 المقرر أن تصدفها مصر في السادس من نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ وأضاف بيان البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سوف يشارك في قمة المناخ في شرم الشيخ وذلك ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا حثة الأمم المتحدة الأطراف الموقع على اتفاق نتوسط فيه المنظمة الدولية وسمح باستئن في صدرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريغ الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم سجلت الفلبين 72 وفاء جراء العاصفة الاستوائية النالجي التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية من البلاد وأعلى المتحدث باسم الوكالة برناردو لفريلتو أليخاندرو وأكد أن إقليم ماجيو ندناو كان الأكثر تضرراً مع مصرع 67 شخصاً في الإقليم وقالت تاوكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن العاصفة ستؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم السبت مع اختراقها غزيرة اللوزون الرئيسية واتجاهها إلى بحر الصين الجنوبية ورياضياً أحرز فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي لقى بطولة السوبر المصري بفوزه على نادي الزمالك بهدفين دون رد في مباراة التي أقيمت بينهما على استادها الزعب زيد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وأحرز هدفي الأهلي كل من برونو سافيو وكريم فؤاد ليرفع نادي الأهلي رصيدهم من الألقاء في بطولة السوبر إلى 12 لقباً ختام مجاز التاسعة فاصل ورود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر